بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيار رئيس الدولة حفظه الله اليوم خلال اتصال هاتفي مع معالي فوميوكي شيدا رئيس وزراء اليابان مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرصات تنميته وتطويره بما يخدم مصالحهما المشتركة وذلك في طال الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الياباني وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ومسجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي يعقده في مدينة إكسبو في دبي